فولكر يقول الانتقال الديمقراطي اصطدم بحاجز انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر برنامج الغذاء العالمي يقف على ترتبات امن وسلامة المنظمات وزير الطاقة يدافع عن الزيادات الاخيرة في تعرفة الكهرباء تجاه لهيكلة وحدة تنفيذ سد مروي وتبعيتها لوزارة الري سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين اينما كنتم من سوداني 24 احييكم والى جولتنا في احداث السودان تظاهر الالاف في العاصمة الخرطوم اليوم للمطالبة باستعادة المسار الديمقراطي ومدنية الدولة وردد المتظاهرون شعرات تندد بقرارات الخامس والعشرين من اكتوبر واعتبروها انقلابا على الشرعية الدستورية واطلقت قوات الامن الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وتأتي تظاهرة اليوم خارج جدول التظاهرات المعلن لشهر فبراير الذي درجت لجان المقاومة على اخراجه كل شهر قال المبعوث الاممي للانتقال في السودان فول كارل بيريتس ان مسار الانتقال استضم بحاجز كبير بعد انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر واضاف المبعوث الاممي في حديثه لبرنامج سجال على قناة سوداني 24 ان مهمته هي دعم العودة لمسار الانتقال نحو الديمقراطية وكشف المبعوث الاممي ان البرحلة الثانية لجهود حل الصراع السياسي ستكون ادارة حوار مباشر وغير مباشر بين الاطراف السودانية مسار الانتقال انقطع او استضم بحاجز كبير يوم الانقلاب 25 اكتوبر فلذلك مهمتنا هي ما غيرت هي لهات الان دعم الانتقال السياسي او خلينا نقول دعم العودة الى مسار انتقالي نحو الديمقراطية وسلام فلانا في بعض التساؤلات خلال هذه الاملية السياسية الاستشارات هل هي دم تفويدي قباسة هي تماما دم تفويد مجلس الامن لهذه الباسة وشدد المبعوث الاممي على ضرورة تنازل الاطراف من اجل الوصول لحل وصب وحول ما اذا كان قد طرحت مسألة الضمانات للمكون العسكري من الملاحقة على جرائم القتل التي حدثت قال المبعوث الاممي ان هذه المسألة طرحت خلال حواراته مع الاطراف السودانية اخنا في هذه المشألة لا نقول مين ترخ اي موضوع او اي فكرة اخنا نخكي عن موضوعات عن المدمون عن السبستنس ولكن يعني وهذا ارجو ان تقبل ما نخكي عن ان هذا الشخص ترخ هذا الفكرة يعني فكرة الدمانات موجودة التأولى ولكن يمكن من اطراف مختلفة ومدامين مختلفة وننوي انه سيتم بث الحوار كاملا على سودانيا 24 يوم السبت تاسع مساءا بتوقيت السودان وعقب لقائه برئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان اكد رئيس بحثة الامم المتحدة المتكاملة للدعم الفترة الانتقالية بالسودان فولكر بيريتز على ضرورة وقف العنف المصاحب للتظاهرات لتوفير المناخ الملائم لانجاح عملية المشاورات السياسية واوضح فولكر في تصريح صحفي ان اللقاءات ان اللقاء بحث الاوضاع السياسية الراهنة في السودان الى جانب الوطن الامني بالاقليم باقليم دارفور على وجه التحديد واضاف ان اللقاء استعرض سير عملية المشاورات السياسية الجارية التي تستهلها الامم المتحدة للتوصل الى توافق بين الفاعلين في المشهد السوداني للخروج من الازمة الراهنة بحث ممثل برنامج الغذاء العالمي ايدي راو بحث مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان الاوضاع الامنية بمدينة الفاشر على خلفية لقائهم الاخير بوالي شمال دارفور والخطوات التي تم الاتفاق عليها بشأن محاسبة المتورطين في احداث التعدي على مقار وممتلكات برنامج الغذاء العالمي بالمدينة واضاف المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي انه اطمأن بالاحرى خلال اللقاء على الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتوفير الامن والسلامة ليس للعاملين في برنامج الغذاء العالمي فحسب وانما لكل افراد الامم المتحدة والعاملين في المنظمات الانسانية في ولايات دارفور واكد البرهان التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الانسانية العاملة بالبلاد واهتمامها بسلامة وامن العاملين فيها خاصة في اقليم دارفور قررت لجنة امن ولاية جنوب دارفور بمجيب خرارات منع حركات العربات غير المقننة داخل مدينة نيالا وبعض المحليات بجانب منع تضليل المركبات بصورة عامة جاء ذلك في اجتماع اللجنة في اعقاب اغتيال تاجر الذهب بسوق نيالا احمد صالح ادم من قبل مسلحين مجهولين امام منزله بمدينة نيالا عاصمة الولاية وكشف مدير الشرطة بجنوب دارفور محمد احمد عبدالله عن تكوين لجنة مختصة من الادلة الجنائية وكافة الاجهزة الامنية للتحقيق والتحري في حادثة مقتل التاجر احمد صالح كما صدر توجيه لأصحاب اكثر من 700 مركبة في المرور ولديهم شهادات وارد باكمال اجراءات الترخيص فورا عقدت لجنة وقف اطلاق النار الدائم اجتماعا برئاسة الفرقة السادسة مشاه بالفاشر برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان وحضور رئيس هيئة الاركان المكلف ونائبه للعمليات وقائد الفرقة السادسة مشاه واستعرض الاجتماع اسس تكوين اللجنة وطبيعة مهامها وادائها خلال الفترة الماضية وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي اختتم اليوم زيارته لمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور التي استغرقت يومين وترأس اجتماع المجلس الاعلى المشترك لترتبات الامنية واخاطب ضباط وضباط الصف وجنود الفرقة السادسة مشاه والتقى بالوفد الاستثماري الليبي الزائري بالبلاد ولمتابعة مجمل الاوضاع السياسية في السودان ينضم الينا على مغاشرة دكتور حسن دونغوس الاكاديمي والمحلل السياسي دكتور مساء الخير مساء نورا التحية لك والتحية لمشاهدي سوداني 24 ناية ما كانت كيف تبعت تطورات الاحداث خاصة فيما تعلق باجتماع ترتبات الامنية في مدينة الفاشر على قمة الاجتماع كان رئيس المجلس السيادي الانتقالي كيف تبعت ذلك انعقاد اللجنة الامنية للترتبات الامنية في الفاشر بقيادة رئيس مجلس السيادة ونائب رئيس مجلس السيادة هذا يندل انما يدل على اهتمام رأس الدولة بمسألة الترتبات الامنية التي كانت من المزمع في فترة الماضية تتم وفق اتفاق سلام جبا الا ان الاحداث السياسية الداخلية داخل الدولة المتوالية لم تعمل على الاسراع بتنفيذ هذه الترتبات مما كان عليه ترتبات على المشهد السياسي عموما وعلى الناحية الاجتماعية بصورة كبيرة جدا شاهدنا مدى التجاوزات التي حدثت في الفاشر من قبل بعض العناصر التابعة للحركات حينما تم يعطيها مسألة الامن بمقارات اليونمية تحدث فيها كثير من التجاوزات وكذلك هناك كانت تجاوزات في بعض المدن وهذا مما ادى ان يكون هناك اهتمام بالق من رئيس مجلس السيادة ومن نائب رئيس مجلس السيادة بقصوص هذه الحركات الحركات مثل الترتبات الامنية فترتها طالت باسباب كثيرة جدا لذلك نعلم ان الحكومة السابقة لم تكن فاعلة في هذا الملف بصورة كبيرة جدا ولم تطرح هذه المدفات على رئيس مجلس السيادة وحتى على مجلس الوزراء في الاسرع بتنفيذ هذه السياسيات لذلك انها احدى مطلوبات سلام جوبا وهذه واحدة كان من مهام حكومة الفترة الانتقالية هي بسط السلام داخل الدولة السودانية اهتمام بمعاش الناس والعمل على قوانين التحمول الجيمقراطي لذلك كان هذه الاوليات لم تكن تسير بصورة جيدة مما حدى بان تكون هناك بعض التفلوتات وهذا نتائج طبيعي لغياب السياسات التنفيذية داخل الدولة السودانية نعم دكتور رغم تأخر هذا الملف كثيرا منذ توقيع اتفاق سلام جوبا الا اننا نتساءل عن النتائج المنتظرة من تنفيذ هذا البند على الرغم من تأخيره نعم النتائج المنتظرة ان يكون هناك استقرار كامل وكبير جدا على المستوى الامني اذا ان هناك قوات كبيرة جدا من عناصر الحركات المسلحة تحتاج يعاضص صياغتهم من ثم دمجها في القوات النظامية مما يشكل اضافة حقيقية للقوات النظامية اذا كان هو هذا هو المتفق عليه وفق سلام جوبا الا انه كما ذكرت الفترة الماضية التي سبقت الحكومة الماضية لم يكن هناك لسرعة بتنفيذ هذه السياسات اثر بصورة كبيرة جدا وهذا يمكن يؤثر كذلك على الروح المعنوية بالنسبة لقادة الجوش حركات المسلحة مما كان هناك بعض طفلات التي لم يتم حسنها في فترات كبيرة جدا وهذا دعا ان يكون هناك قرار من اللجنة الامنية لجنة الترتيبات الامنية بين ان يتم اخراج كافة عناصر حركات المسلحة من داخل المدن السودانية وهذا اندل انما يدل على مدى حالة الاحتقان كبيرة التي كانت في عناصر الجيوش حركات المسلحة وهذا يعطي مؤشر كبير جدا الى ان السيولة الامنية التي كانت في الفترة الماضية كانت بالتوافق او كان هناك جزء منها تتحمل من المؤسسة العسكرية باعتبار ان الاهتمام بالقوات الامنية داخل حركات المسلحية واحدة من اولويات الحكومة يجب العمل او الاسرع في تنفيذ هذه المتطلبات لكي لا تتفاقم المشاكل داخل الدولة السودانية نعم دكتور ايضا نتسأل عن الظروف هل هي الان مؤاتية لتنفيذ هذه البنود هل نتوقع ايضا انتكاسة هل الظروف التي اخرت ذلك ماذا لتقائمة وكيف يمكن تجاوزها لا انا في وجهة نظري لا تجد الظروف معينة الان في سبيل تنفيذ هذا الاتفاق هو اتفاق مجمع عليه في اتفاق سلام جوبا كان فيه شهود دوليين وتم التأمين على ان يكون هذا بسهل الترتيبات في فترة زمنية معينة الا ان بعض سياسات الحكومة السابقة وزيد العثارات التي مرت بالدولة السودانية من عدم استقرار سياسي عدم استقرار اقتصادي المشكلة التي كانت طرأت من مسألة احتصام القصر التي انبثقت منها مجموعة الميثاق الوطني التي كان حازت للتغييرات الاخيرة حدثت في الفترة الماضية التي سمتها غوة حرية والتغيير انقلابا وسمتها مجموعة الميثاق الوطني ثورة صحيحية هذا انما يدر على الخلاف حول المفاهيم داخل الدولة السودانية وهذا يمكن اعطى مزيد من الاحتقان السياسي وألقى بظلاله على المشهد الامني على الحركات المسلحة وهي وكانت واحدة من ضحايا الاتفاق سلام جبا نعم دكتور زيارة بهذا الحدم الكبير على رأسها رئيس مجلس السيادة ونائبه وعدد من زعماء الحركات كيف يمكن ان تسهل مسام واضح في تعزيز الامن في اقليم دارفور اصلا كان الامن لفترة طويلة جدا يعاني من مشكلات كبيرة كيف يمكن ان تعزز هذه الزيارة والمخرجات التي اتت بها والوضع الامن هناك تأتي هذه الزيارة والاهتمام الكبير جدا على رأس مجلس السيادة داخل الدولة باعتبار ان اتفاق سلام جبا لم يحقن دماء الدارفوريين في دارفور وهذا ادى الى ان يكون هناك اسراع في عملية ان يكون هناك اهتمام بالقوات الامنية من خلال بسط هيبة الدولة داخل السودان وعمومة اراضي دارفور لكن الهم من ذلك هو الالتزام والتقيد باتفاق سلام جبا نعتبره هو المخرج الوحيد الآن لطالما كان هناك اتفاق مجمع عليه وكامل من كل القوى السياسية داخل الدولة ينبغي الالتفاف حول مسألة اتفاق سلام جبا مسألة الترتيبات الامنية كذلك الاهتمام بجوش الحركات المسلحة ومسألة الترتيبات الامنية تأتي من باب آخر الذي كان هناك تذمرات كبيرة جدا من عناصر هذه الحركات وكانت هناك تصرفات فردية انعكست على المؤسسة العسكرية ككل داخل الحركات المسلحة وهو الموقع على سلام جبا وما هذا يحسب عليها لذلك استجمعت الحركات الموقع على اتفاق جبا وحثت المجلس السيادة بضرورة تنفيذ هذه الترتيبات الامنية لكي لا يكون هناك خروقات ولكي يكون هناك سلام كامل في دارفور واستشعرت القيادة حركات دارفور بأن يكون هناك بسط الأمن في الفترة القادمة لأن هناك كان كثير جدا ما تجاوزت كما ذكرت في الفترة الماضية لذلك وكثر الحديث بأن اتفاق سلام جبا لم تكن ثماره على أرض الواقع بصورة جلية مما أحدا أن يكون هناك تذمر كبير جدا من الشارع السوداني وبالخص في دارفور بمسألة الاغتيالات التي تمت في الفترة الماضية بالإضافة لمسألة الخروقات التي تمت في البحثة الأمومية في دارفور نعم دكتور أيضا هناك إعلان لتكوين قوات مشتركة لدعم وتعزيز الأمن في قرين دارفور هل هذا بالضرورة يعني الاستغناء عن مسألة الدمج والتسريح؟ هي يعني مسألة الدمج والتسريح هي إحدى مطلبات الترتيبات الأمنية معروفة أن هنا سيكون هناك دمج هناك تسريح هناك قوات مشتركة سيتم إعادة صياغتها داخل القوات النظامية ما في القوات المسلحة والقوات الأمنية والقوات الشرطية وهذا بالضرورة بمكان أن يكون هناك انسجام وتناغم حول مسألة القوات وأن يكون هناك جيش واحد وقوات نظامية واحدة تتأمر السلطات وهذا شيء طبيعي مفترض أن يتم تنفيذه في فترات سابق قبل أن يتم التحول في المشهد السياسي في دارفور وقبل أن يكون هناك التحول في المشهد السياسي السوداني عموماً ككل هذه نعتبرهم مخرجة طيبة طالما أنه كان هناك اهتمام حتى أن تأتي خير من أن لا تأتي في فترات قادمة نعم دكتور أخيراً الترتبات الأمنية معروف أنها بحاجة إلى غطاء سياسي في تقديركم من الذي يمثل هذا الغطاء السياسي رغم تعقيد المشهد السياسي في السودان الغطاء السياسي وفرته له اتفاقية سلام جوبا التي وقعت كما ذكرت بشهود دولين وإقليميين فلذلك كانت تعتبر إحطاء الضمانات وهذا يعتبر غطاء سياسي كامل لتنفيذ هذه الترتبات وإن تغير رأس الدولة فهي تبقى اتفاق سلام جوبا يعني ينفذ تحت أي حكومة سياسية ويحي حقبة وهو ملزم لحكومة السودان بإنفاذه وهذا يعتبر شيء طبيعي بأن يكون هناك التفاف حول مسألة انفاذ الترتبات الأمنية في دارفور وأنا توقع أن يكون هناك تطور ملحوظ جدا لمسألة الترتبات الأمنية لأن هناك اهتمام كبير جدا من قبل قاطع الحركات دارفور موقع على سلام جوبا بضرورة انفاذه والواقع وطالما هناك إيرادة متوفرة من جميع الأطراف الموقع على هذا الاتفاق يمكن أن يفضي إلى السلام دائم وهذا لكن حتى السلام الذي المزمع يعني يكون في الفترة القادمة محتاج لدعم وعضة سياسي إن لم يجد الدعم السياسي من كل القوى السياسية فلن يكون هناك استقرار في دارفور أو في السودان عموما لذلك من باب أولى أن يكون هناك التفاف كبير جدا من قادة القوى السياسية وأن يعملوا على تقديم المصالح الوطنية على المصالح الحزبية ومن ثم العمل على أن يكون هناك رؤية وطنية جامعة ومشروع قوم سوداني يتفق عليه يكون هو السبيل والمخرج الوحيد لكل حل قضايا الأمة السودانية دكتور حسن دونغوس الأكاديمي والمحلل السياسي كنت ضيفا على الهواء واشترا شكرا جزيلا شكرا أكدت إيطاليا دعمها لعملية التحول الديمقراطية في السودان جاء ذلك على لسان سفيرها لدى الخرطوم بشير جيان لوجي عقب لقائه بوكيل وزارة الخارجية المكلف عبدالله عمر بشير وأكد السفير الإيطالي حرص بلادي على تطوير علاقات التعاون في كافة المجالات وقدم الوكيل شرحا مفصلا حول تطورات الأوضاع السياسية في البلاد فضلا عن المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الهدفة إلى تحقيق الوفاق الوطني أعقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بحثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال السياسي في السودان يونيتامس فوركر بيريتس وفريق يونيتامس خمسة جلسات ضمن المشاورات من أجل عملية سياسية للسودان وأفاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن المجتمع الدولي على استعداد لمساعدة السودان ليستمر الانتقال السياسي ويفضي إلى تحول ديمقراطي حقيقي مع استمرار عملية السلام ومشاركة الأطراف غير الموقعة على اتفاقات سلام في العملية الانتقالية وعشر فوركر إلى أن الصراع في إثيوبيا فرض أعباء إضافية على السودان حيث استقبل السودان أكثر من 70 ألف لاجئ إثيوبي وصفت القيادية بالحرية والتغيير سلمانور ترشيح لجان المقاومة لنيل جائزة نوبل للسلام بأنها خطوة إيجابية نظرا للدور الكبير الذي لعبته اللجان وأشارت القيادية بالحرية والتغيير إلى أن لجان المقاومة منذ تأسيسها مرت بمراحل عديدة جعلتها تتصدر المشهد السياسي المحلي والعالمي ورحبت سلمانور بما قام به السيناتور الأمريكي مما يدلل على أن الحكومة الأمريكية ترى أن لجان المقاومة هي عصب الثورة على صعيد متصل شدد المحامل معز حضرة في تصريح للجريدة على عدم قانونية ومشروعية اعتقال واحتجاز عدد من عضوية لجان المقاومة وقال إن منح صلاحية الاعتقال لجهاز الأمن يعد انتكاسة حقيقية لأهداف الثورة ديسمبر أكد السفير البريطاني لدى السودان جايز ليفر دعم بلاده للبوادرة الأممية لمعالجة الأزمة الراهنة بالبلاد ووقف السفير البريطاني خلال لقائه بعض مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار على سير تنفيذ اتفاق جبال سلام السودان ومستوى التقدم المحرز فيه وأكد اهتمام المملكة المتحدة بالسلام والاستقرار في السودان وأمر اللقاء على أهمية بناء الثقة بين أصحاب المصلحة في السودان وفي اللقاء المفصل أكد السفير الفرنسي دعم بلاده لمبادرة الأمم المتحدة بشأن عملية الانتقال في السودان وذلك للخروج إلى بر الأمان